أهلا وسهلا مرحبا بكم في حلقة جديدة نتحدث فيها على ملفات صادمة على جرائم بنكية مسكوت عنها وما زالت ملفاتها في الرفوف اليوم باش نحكيه على تخلي بعض البنوك العمومية على مئات المليارات لفائدة رجال أعمال وإلى حد الآن لم تفتح هذه الملفات أيضا سنتحدث على جرائم فضيعة حدثت في تونس وإلى حد الآن أسرار وما زالت لم تكشف وأكيد المحاكمة الأخيرة التي حدثت بعد عملية عين سخون أو أحداث عين سخونة في قبله والعروشية المقيتة من كان السبب من وطر الأجواء ومن قتل ثلاثة شبان ذهبوا ضحية العروشية المقيتة اليوم في حلقتنا باش يكون معنا مثل العادة المعز الحاج منصور أهلا وسهلا مرحبا بيك أهلا وسهلا محمد شكرا كيف كيف الأستاذ الباسطي بحث في القانون الجنائي مرحبا بيك مرحبا شكرا وتحضر معنا من قبلة صغيرة بركلة بن عبيد أهلا وسهلا مرحبا أهلا بيك كيف كيف تحضر معنا للفاطمة بركة من دوز مرحبا بيك مرحبا بيك سكوت عنها ملفات أسرارها ما زالت لم تكشف والمتضررة هي الدولة التونسية أحداث عين السخونة المقيتة اللي صارت في أثناش أثناش الفين وعشرين ذهب ضحيتها ثلاثة شبان من بنية خديش أحداث مقيتة أحداث سوداء في تاريخ تونس عروشية خسام حدثة على إثر كلام متقال على أن الأرض اللي موجودة بين بنية خديش ودوز المعروفة بعين السخونة فيها مشاريع بيش تصير مشاريع استثمارات ضخمة ورأها رجال أعمال من الخليج وفجأة اندلعت حرب ضارية بين أبناء المنطقتين راح ضحيتها ثلاثة شبان والقضاء يتحرك أحكام سجنية بالمؤبد أحكام أخرى بالسجن مدى الحياة وعشرين عام سجن وأربعة سنوات وعشرات الإيقافات وكلام برشا قاعد يتقال لكن الأسئلة المطروحة من تسبب في تلك الأحداث المأسوية أشكون لز عشرات الشباب من بنية خديش ومن دوز بش يدخلوا في حرب ضارية حرب عروشية تصل إلى استعمال بنادق الصيد وأيضا الأسلحة البيضاء والعنف الشديد ليصل إلى حد القتل أشكون حرض هل كانت هناك أطراف سياسية وراء العملية هل هناك أطراف أرادت إشعال الجنوب أشكون ليخرج الإشعال هذه الكل مرت ثلاث سنوات ولم نجد الأجوبة الشافية فقد نستمع بالمحاكمات لكن الواقع ما نعرفه شو شنوها بالضبط بالطبيعة اليوم أكثر واحدة تنجم تحكي في الموضوع هذا السيدة فاطمة بركة اللي أنت أم فتحي بركة بن عبيد اللي تحكم بالمؤبد المتهم بالقتل اللي متهم بالمشاركة في الأحداث متاع العين السخونة اللي ماتوا فيها ثلاثة من خير الشباب إننا ربي يرحمهم أركل وضرب واعتداء بالعنف الشديد واستعمال الأسلحة البيضاء واستعمال بنادق الصيد والحرق وغيره أحداث ربي اللي يعودها في بلادنا وإن شاء الله اللي تتفرجوا فيها يكل وفي أي منطقة من تراب الجمهورية ما نرجعوش للأحداث هذية وما ننسكوش وراء التحريض مهما كان لأن توينسك كلنا خيين مهما تكون الخلافات راي ما توصلش للعنف وما توصلش للقتل هاكا للا فاطمة والله شوها صار مميم صار نهر 12 و13 معناها تم حرق مقهى في العين السخونة تابع الشخص من دوس ونهر 13 عندها قهوة خوفة بير السلطان معناها باش يرجعوا لها باش يحرقاها وقليكا اضطر هذكا استعان يعني بالسلطة المعنية والوالي والأمن وقليكا أما ما نجموش معناها الأمن أن يفضها الحكاية شكونا حرق لشكو هم على حسب الأقوال يعني اللي غلاها قالوا راه هم جماعة بنخديج هم هالحرق والأولي معناها المقهى اللي في العين السخونة وكان معناها باش يزيد يتسببوا فمعناها افتعال حرق آخر يعني للقهوة الأخرى متاع بير السلطان ده ونبعد اش سار معناها صار عنف معناها استنجد هذكا قلت لك بالأمنيين وستنجد بالسلطات وكليكا أما الله أعلم معناها جوه ولا مجوشي وقفه صحيح الأمن معناها وحدهم وكل أما ما نجمش يعني بحكم أنه عددهم كبير معنا من الطرف الأخرى ومن دوز حتى هم عددهم كبيرة وكما تراه في الصور حرق للسيارات تدفق عشرات الشبين من هذا الطرف ومن ذلك من دوز ومن بنيه اخداش وربي لي وريك عنف شديد لنجم عنه قتل ثلاثة من خيرة شبين وانتي لله فاطمة ولدك متهم بالقتل هكا ولايه وهو محضرش متهم وجريمة قتل وموش حاضر ولدي به ولدك مش حاضر أحكي لي انتي بنتها وباش معتها تبدل أمور ورحة نعاود نسأل شوه صار بالضبط عنيش وصلنا معتها في الفين وعشرين اتناشة اتناشة اخر شهر معتها ولاد بلايه جيرين خيين انساب معتها توصل عركة لحد القتل ركل ورفس وبنادق صيد واستعمال أسلحة بيذاء شكون حرض شكون يوصل العباد باش توصل تتقاتل بالطريقة هذية أول حاجة نحب نذكر بالنسبة للعبادة اللي توفوا الله يرحمهم الله يرحمهم بالنسبة للبن اختش ودوز من قرون كانوا أخوة زوز ومتحدين مع بعضهم معناها ناخذوا منهم وياخذوا مننا وكأن بلاسة واحدة الجنوب يشملنا وتوى أحلى أخوة وتوني استشملنا كله لحد الآن أخوة كيما ماتوا عندهم هما ينجم يموتوا من عندنا احني وعندهم الحق أنا بش ياخذوا حقهم وكل أما مذبينه معناه يكونوا في مسار صحيح على خطر احني بالنسبة اتهزوا فيه شخاص فيما شخاص ما حذرتش أصل العركة ثم هاش خاص صحيح حذرت أما مشت من باب الصلح معناه هذا ما يمنعش اللي مذبية لا إله 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 الله محتة رسول الله ماذا أسباب العركة بنجم نسروة؟ أسباب العركة صارت على أرض شبه ها نشروت الأرض؟ أحسب وقت هال أحسب ما أسمعو كل الناسب عوفيه اللي فهمها مستثمر خليجي بش يجيه بش تصير فيها مشروع منتجها سياحي ايه مشروع عاديكه وكل بالنسبة للبنخ دايش يقولوا ماذا بينا نستنفع منه حني المشروع وقبل لي زادة يقولوا ماذا بينا نستنفع منه المشروع هذا حسب المسموع اللي صار كان فما خلفيات أخرى من وراها الله وعلا هذا اللي صار سمحني هنا نحكيه بصراحة هنا من خبيه شي شو معناها فما حاجات أخرى يعني فما يكون حرض فما يكون دز للصدام فما وقع تحريد وكل أنا بيش وصلوا للحاجات هذي كان موقعش تحريد ما نصلوش أنا للقتل ولا نوصلوا شكوه اللي يحرض فما عباد الله وعلم عليهم حرضوا فما ممكن رجال أعمال ممكن الله وعلم شو الهدف الهدف أنا بيش يوقع على استدام هذا بيناتهم وممكن نرى فما خلفيات نحن ما نشعر فينها الله وعلم عليهم اليوم في حلقتنا نرجع على أحداث عين السخونة 12-12-2020 اليوم الأسود اللي صار في الجنوب التونسي بين أهلنا المرزيق وأيضا سكان بني أخداش اللي هما لحواية أهلنا زادة كيف كيف شوه صار بالضبط شكون دز للعم شكون دز معتها بيش توصل لأمور تتطور إلى قتل هنا السؤال الذي يجب أن يطرح ويجب على الأطراف التي حرضت أن تتحمل اليوم المسؤولية اليوم معزل حاج منصور احنا فتحنا الموضوع هذا لأنه منذ أسبوع تقريبا كانت المحاكمات محاكمات بالإعداء بالسجن المؤبد عشرين عام سجن أربع سنوات هناك من هم موجودين وراء القضبات وهناك من هم فارين خارج تراب الجمهورية لكن المؤلم في المسألة الكل أنه هناك أيضا من هم تحت اللحود رب يرحمهم ذهبوا ضحية قضية ما كانت يمكن أن تحدث في تونس لأن تونس في طريقة احنا كلنا خيان هذا الصراع الذي دار أعاد إحياء جزء من الصراعات العشائرية والصراعات القبلية التي كنا ظننا أنها قد رحلت السؤال هو أول شيء هناك تعزية وهناك تضامن مع ضحايا هذه الصدمات ثانيا كذلك من حق عائلات المحاكمين الذين يتعرضون للمحاكمات الآن أن يدافعوا عن أفراد عائلتهم أنا كنت أتحدث ممنوحين مع السيدة فاطمة تعتبر أن ولدها مظلوم في هذه الأحكام لسنا قضاء حتى نصدر الأحكام لكننا من حقنا أن نعلق على بعض الأحكام القضائية حين يمكن أن يطرأ عليه جزء من الظلم أقول هذا باحتراز لأنه ليست وظيفتنا أن نصدر الأحكام في الناس من هو بريء ومن هو غير بريء لكن النقطة الرئيسية التي أردت أن أتوجه بها إلى الأخت الكريمة هو أن هذا الصراع سببه الرغبة في تقاسم ريع الأرض كنت حدثوا على الأرض الخطر أين يكمل لا أظن أن قاضي التحقيق أو المحكمة اهتمت كثيرا بالأسباب الخفية لهذا الصراع أنا عندي معطيات أخطر جدا حتى بعيدا عن هذا الصراع هناك الآن سماسرة كبار في الجنوب التونسي يقومون بالاستلاع على الأراضي بأشكال مختلفة بعقد عقود كراء بوعود بالكراء في أراضي ملك الدولة في أراضي اشتراكية في أراضي مشاعية أبوش نزيد أقول لك والكراءة ذاية تقوم بيه شركات سامسرة التونسية بالوكالة عن شركات إسبانية وإيطالية وفرنسية والهدف مشكلة المنتجة السياحية حيث تحكير أنت لا هناك هدف هو الاستلاء على خيرات هذه الأرض بطنها وما فوقها خاصة في التقاط المتجدة بيقول لك لماذا انتبهوا للأنشطة التي تقوم بها شركة سويركوب الاستشارات المالية ما نشف نذكر صاحبها معروف جدا في المجال المالي وعندي عقود أنا تحصلت عليها نماذج من عقود يعني وعود بالكراء ما عند الناس ما يمنكوش الأرض هذه في بني خداش في توزر في جبس في رمادة في تطويل في ظل غياب كل للدولة وإجهزة الدولة وغلات الدولة ووزارة الداخلية يقول لك لماذا رأي الرغبة الأساسية هو السطو على هذه الأراضي لاستغلالها في مجال الطاقات المتجدة مشاريع وهمية في عين السخونة الموجودة بين بني خداش ودوز بين مدنين وقبلة تؤدي إلى حرب ضرية الوطيس بين عرشين لول المرزيك والثاني هم أخواتنا لحواية من بني خداش النتيجة ثلاثة قتلى رب يرحمهم ومناش هذا الكل من جراء بث إشاعات على أنه هناك مستثمرين أجانب ويجب اقتسام الغنيمة أو الاستلاة على غنيمة الاستثمارات هذه واليوم الأرض السبغة متاحة شيئا بالضبط خليناها استفهم وستاذ الباص وهو كذلك أنطلق بداية كالعادة بالترحم على أرواح شهدية فلسطين الأبية على أمل الانتصار قريب للمقاومة بالنسبة للمسألة المتعلقة يعني بالنزاع الذي حدث في منطقة العين السخونة والعين السخونة هي على فكرة بين الضفرين هي رايبئر حفرتها في من الدولة التونسية يعني بقرض استثماري لكن تبينها أنه البئر هذه في نسبة الملوحة متاحة شديدة تجاوزت لحداشين جرام في الميلي جرام في اللتر وزيد فيها نسبة عالية من الكبريتات فالتصولات قررت ردمها بعد تسربت منها البئر هذه في مني مياه في مني أدت إلى يعني حدوث بركة من الماء لكن اللي يمنع ما طبيعة هاتي الأرض عقارية هاتي الأرض هي ما يعرف بالأراضي الاشتراكية والأراضي الاشتراكية هذه نعرفوها في مني سابقا باسم أراضي القبائل أو أراضي العروش كانت موجودة حتى ما قبل في مني انتصاب نظام الحماية الفرنسي بين ظفرين وهو في الحقيقة نظام الاحتلال والمحتل نفسه الفرنسي نظم الأراضي الاشتراكية هذه وفيما بعد المشرع التونسي واصل على نفس النهاج ونظم الأراضي الاشتراكي بمقتضى القانون عدد 28 سنة 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكي واحتوي على 19.5 أبواب جرى التنقيح وفي أكثر من المناسبة به يقول القائد هي على ملك شكون الأراضي هذه هي الأراضي هذه على ملك المجموعات العرشات هذه كتاب العرشات هذه بطريقة مو نظمة إنه لا يمكن التصرف فيها يعني لا يمكن التصرف فيها لا يمكن بايحها لا يمكن كراءها أما يمكن استغلالها واستعمالها واستغلال ونعلم نعرف أنه حق الملكية فيه ثلاثة عناصر فم عنصر من العناصر هذه اللي هو من التصرف نحكي هو على البيع مثلا والكراف شو الإشكال المال لانها الإشكال أنه في الاستغلال هذه المجموعة تستغل الأرض بطريقة معينة تضبط ها ضوابة معينة الضوابة هذه تكون يشرف عليها أولا نظمها في القانون المذكور عدد 28 64 ثم تحت إشراف الدولة لأنه من الفصل الأول من القانون عدد 28 سلاة 1964 الذي عرف الأراضي الاشتراكية اشكال فيه المشرح يقول أنه الأراضي الاشتراكية هي عقار غير قابل للحجز وللتفويت فيه ولسقوط الحق بمرور الزمن وهي راجعة تحت الإشراف الإداري للدول إلى المجموعة التي تتصرف فيها يعني هي ترجع من الجهيد الشكون للمجموعة للعرش هذو أما تحت الإشراف الإداري للدول على إلى أن يتم تصفيات ها باه هذو الاشكال وين يصير شكون يشرف هنا عنا مؤسسات أضبطها القانون عنا مجال التصرف مجال التصرف تتكون فيمتي ماكل ناس من العروش يعني من المجموعة المتصرفة وعنا فيمتي المجلس فيمني الويصاية الجاوي وعنا مجلس الويصاية المحلي وعنا فيمني الوالي وعنا سلطة الاشراف ومثلة كانت تقبل فيمني وزارة الفلاحة حاليا فيمني وزارة أملك الدولة وشؤون العقاري بالنسبة فيمني اللي ينسخون هذي مرجع نظر الإداري هي ولي تقبل لي قل القائل فيمني عليش صار الاشكال هذي والاشكال ما نصور انه صار حل ما توصلش فيمني للضرب والقتل المقتول ولكن المسألة خطيرة جدا فيها تآمر على أمن الدولة وفيها حتى فيمني معناة التحريض الناس والسكان على مهاجمة البعض يوم البعض فيمني وهذا نجح فيها اللوبي فيمني اللي ابتدع فيمني حتى بيش نكون واضحين والناس تعرف السياق الذي حدثت فيه هاتي الواقعة نحكي على السياق السياسي في تلك الفترة في سنة التلفين وعشرين لأنه كان فيما صراع السياسي على أشد وفيه أطراف عديدة متداخلة سواء كانت الأطراف هذية في السلطة أو خارج السلطة وسواء كانت سياسية مدنية أو تتبع أجهزة فيمني للدولة هذا الانشكال اللي صار من غادي تعرف انتك تحب نوع من الحساسية آه يا سيدي فيني خلي تبدأ ملعروش البنية قالت قم بلا موقوتة فسر لي بنتي شو معنى قم بلا موقوتة يعني زي نقطة ضعف متاحهم فسر لي فسر لي نقطة ضعف متاحهم يعني خلاها مفتوحة في المفتوح من نعملوش حل يعني الأراضي الاشتراكية هذي على قل بش حتى نهار آخر يعني مع الأجيال القادمة وكل ما تصيرش نفس حاجة وقت تحب تشعالها تشعال وقت اللي تحب تشعالها تشعال لا سي محمد سي محمد سامحني لا لا مسألة قانونية دقيقة فال الدولة راي فيني ما هاته مش ما شيف التمشي اللي ذكرته انت الدولة بالعكس هي فيني تقوم بمجهود لتصفية الأراضي الاشتراكي تارقدي عنا احنا من هكتار أراضي اشتراكية في تونس عنا حوالي 3 ملايين هكتار الدولة إلى حد الآن نرجع لك نرجع لك مسألة الدولة نرجع لك على خطر حلحلة الأمر قانون بحث قتل قنبلة موقوتة والقنبلة للأسف انفجرت في اليوم الأسود 12 2020 نعود لك نفس السؤال يسألته قبيليك انت بنت الجهة شكون ليأجج ليحرم ليخلى الناس يعني في الكمية نمج جهتين وبالبنادق انتاعهم بالزلالة انتاعهم بالعصية انتاعهم بالسكيك انتاعهم بالسواطر انتاعهم وبلا رحمة يتم معتها الاعتداء على بعضهم البعض ويخلي الدم شرتلة كما نقوله بلعجتنا ويخلي ناس تطيح وتموت للأسف هي وسائل التواصل الاجتماعي قدام المناوشات قدامها بشهرين التواصل الاجتماعي الفيسبوك الفيسبوك هاي هم قال شهرين قال شهرين يعني الامر قدامها بشهرين قدامها تصير المناوشات بشهرين باي قدام شهرين هم يسخنوا يسخنوا عبر التواصل للشماع سباح كومنتارات كومنتارات بشهرين شو مزل حول الأرض أرض هذي وحول هاذا حسب المسموع حسب القطع هذا لبشيقول واحد يقول هذي انتعي يعني هذي الأرض هذي يعني لنحني باي يعني فما أطراف سياسية نجمة كل المعتورة وراء العملية حسب المسموع كل شخص يقول كلام معنا ممكن رأى فما خلفية أخرى يعني يشنية الخلفية الله وعلم عليها الخلفية حسب ما سمعنا قال وراء فما شخص خليجي بشي يجي يستثمر فيها وكل و فما خلفية أخرى الله وعلم باي اليوم معتها للا فاطمة نعرفك خايفة وثلاثة أيام وانت تستني في اللحظة اللي بشتلع فيها مع البلاتو هذية قلت لي وليدي ما نحبش نتكلم بايش ما نتورطش مثالي أراه ما فما حدي يتورط خاصة إذا كانوا نقولوا الحقيقة اليوم لي صار شكولوا راه شكول يوصل الحكاية لو ينتوص نتع ستان روح بشرية التواصل الاجتماعي كبير كبير معناها اللي خلى الضغط وخلى الناس معناها باش تتحرك من الجهتين من الطرفين من بنخداج ومندوس الزوز الزوز اليوم اللي تحكموا بالعدام بعض الأطراق فما اللي تحكم بالمؤبد وفما زادة ليهير بالبرة ثم ستة هما تحكموا بالعدام زوزت معناها واحد مؤبد مؤبد أربعة توا نقص الحكم للعشرين عام من بينهم والدي وقعدوا زوز واحد خارج أرض الوطن ولا خرى في السجن مؤبد فسالي تكلم مثال بالنسبة اللي حكايت ممكن سبعة وحدين تحكموا تسعة سنين وستة وحدين تحكموا اعدام واحد تحكم مؤبد بعد كي طاح الحكم زوز أربعة وحتين طاح لهم عشرين عام فلسطيناف أي فلسطيناف وزوز بقالهم اعداء واحد خارج اللي يتفرج فينا ربما يقول لقتل نفس بشرية لعدام وشوية فيه لأنه فما أمهات تشويه في صغيراتهم وفما شكون يقول معتها ليوصل يقتل خوه المؤبد شوية فيه لكن انت قتلي عروا أحكام جايرة وفيها وعليها فسر على خطر بالنسبة للملف ملف فارغ وقع فيه برشة خروقات ووقع فيه برشة تجاوزات كيف بالنسبة للملف الملف خوك أو الملف بالنسبة للملف ككامل وقع فيه خروقات تجاوزات بالنسبة لبحد كي صار في العوينة في المركزية كيتوقف خويا توقفه المرة خمسة وحتين كهو نهر خمسة وعشرين نسمبر الفين وعشرين حطوا بناتهم حتى أمنيين اللي شافوه من بنختاش شهود اللي شافوه قالوا راه هذوم موجودين يعني في العركة متوجدين في المناوشات بينو بخويا مش متواجد يعني بشهودة بالبونتاج متاعها في البلدية اللي شخص هذا مش متواجد ما معنيها مش موجود مش موجود على عين المكان كي صارت المناوشات أخوك ما مشيش العين السخونة ما مشيش أصل وشكون يثبت يقول ما مشيش عندي شهودي شكوني شهود بشهود موجودة هو يختم معاون بالحضيرة في البلدية رئيس البلدية شاهد اللي شخص هذا في علمه اللي هو يختم الصباح في المرمى في غير ذي ما تبعد علينا 25 كيلو والعشية يختم في البلدية بالبونتاج متاعها موجود 35 شاهد شاهدين الصالح هو اللي شخص هذا يختمه خايف محابات الشهد لا لا مهيش محابات أما موجودة هي في البحث اللي هو ذكروا اللي هما الشهادات هذي تنجم تكون شهادات مجاملة خطر من دوز بش يشهدوا مع بعض ممكن شهادت مجاملة تجي شاهد بزوز شهود أما 35 شاهد أعباد حضرين معاه في الخدمة اللي هو يختم الشخص وعليش خوك بالذات معتها محضرش وحطوه حضر بش تفسر انتي هذه ممكن خلاني ندخل أم وبنتها كلمة توجع للا فاطمة في الشارع قتلي كلمة مستنس نسمعها قتلي ولدي حكموه على أساس لونو وقتلي ولدي الحلقة ضعيفة ومسحوا فيها القاضية وهذاك عليش أنا ملقيتش من حل إلا تشاركوني أنتوما بش تسمعوا الشهادة نتاحة للا فاطمة بكيت البرة وقتلي رأوا على لونو ولدي حكموه أحنا معناش الشي هذا في تونس صحيح أنا كنت نتصور أنا حنير أنا في 2023 كنت نتصور عادل عنصرية تمحام على البيت سيئ أما قاعد 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 علش انتم في التحقيق امتاعها لو المرة منين تحققوا جابوا الناس اللي شهدت ضد ولدي قالوا راه أبيض وقشرته قمحية وطويل وضعيف حتى كان معناه مش لازم ندخل في التفاصيل تعين المحماء أما ولدي قشرته صمرة أصمر وقصير البنية واسمي عمي عنيش دخل وولد الله أعلم يتشابه أسماء ينح هذا وحط لاخر ونرجح لك صريح نح هذا وحط هذا أمي فاطم راكما أنت مشوية على أوليدك أمهات أخرين صحيح مشوية على كبيدات أولادهم رب يرحمهم عاش يشوفوهم الله يرحمهم عاش يشوفوهم وأني متعاطفع معهم وهو في حد ذاته قدام لا يتوقف قال هو لي كلمة لتوقع دع فوذاني قال لي يما تصوري لكانني جيت في مطرحة هذا اللي تهموه به جيتني في مطرحة ومتت انتي اش تعملي يما اش تعمل انتي اش تعمل اش تعمل نعمل كما عملهم ما ثمش فرق ما ثمش فرق ما ثمش فرق بينيني وبينهمهم حتى ني لك أنا ولدي مات معنا في الإحداث هذه حتى ني باش نعمل زيهم أم ما راني ما طالب حتى شي طالبه بالعدل والمساواة إنسان ما عنداش لا فيديو لا كومنتير يدل يثبت على أن شخص هذا كما تواجد في البلاصة هذيك العدل والمساواة ولدك وين كان كان يوم الحادثة يوم الحادثة أثناش وقدامها بعشرين يوم جيراني يخدم معهم استوات في المرمى يمشوا يخرج من سبتة متاع الصباح يروح لي مضي ثلاثة ونص العشية فانا بلاصة في غيدمة غيدمة تبعد على دوز خمسة وعشرين كيلوماتر في اتجاه في اتجاه الغرب وتابعة معتمدية الفوار يعني تبعد على عين السخونة 90 كيلوماتر 90 كيلوماتر وحسب انت الضرب اثنين ماشي وميجي ويروح ثلاثة ونص تعالى عشية دوم يتغسل ويريح شوي يكلموها صحابة قولوا هيا ارانا باش نتلاقوا في قهوة الجمهورية هاها باللسم قهوة الجمهورية نتلاقوا فيها باش نقعدوا نشرب قهوة يروح السبع السبع متألي وبالنسبة العين السخونة تبعد على دوز ممكن قرابة 150 كيلو احسبه ومنت في ضرب اثنين بين 25 ومس ساعة نضرب باش يمشي في هليكوبتر هو باش يمشي يكتل ويروح معنا ما عنداش الوقت الكافي انه باش يمشي العين السخونة ويروح كلمة يكتل صعيبة طم واحد يكتل خور ما ثماش هو اصلا ما يجيش انسان معروف في دوز كاملة اقسم بدين الله في دوز كاملة اذكر فتحي يقولولك شنه نهارا نشد كبير هالصب وسمعت بيه الناس كل طفيل صغار معنا خمسة سنين وستة سنين يقولوا الفتحي عليش شدوه الفتحي ما يعملش عليش شدوه الفتحي ما يعملش امي فاتمة شكون اقتل الله وعلا الله وعلا فما ناس فر فما ناس بعناها هوانا جبدت يعني عندها دخل في القضية ومجرور بره احنا ما نشد ضد القانون اللي اقتل وليحضر في المناوشات يخلص اما كيفش انت الدين شخص ما عندك عليه حتى اثبات ولا اي ايدانة ادانة وتقول لا راه شخص اذا را اقتل صغير ارغم ان اشكون اقتل الله وعلا لو كانت العملية عكسية خوك هو الضحية شكنت نش متقول منسكتش بطبيعة نحب نخرج حق خوك تحب تخرج حق خوك ماذا بيه نثبت برقت بين خوك المسجوم خوك الاخر اللي موجود تحت الحود شكن اللي وصلهم هكا مناش مع العنف ضد العنف وضد القتل وكل اما قلت لك كيما حكيت وعودت ان اللي اقتل يخلص اما انسان بريء ما عنده حتى دخل لا من بعيد ولا من قريب في المناوشات علاش يتحكم اعدام بعد يتحكم عشرين عام يعدي عمره كامل في الحبس على حاجة ما اعملهاش علاش يمشي كبش في داء يمشي ضحية على حاجة ما اعملهاش هو مقتلهاش يعني نفهم من كلامك خوك ما اعملش ما احضرش والقتل هربوا شاول برة وما تجيب دوش وإلا موجودين في حالة فرار هكا ولا موجودين في حالة فرار موجودين في البحث في حالة فرار على خطر اللي مشهودين وكل ما فهمش إثبات ما فهمش حاجة تثبت اللي لأشخاص هدوما قتلوا لكن انت تنجم تثبت وتأكد اللي فهمه أطراف حرضت وأطراف نقلت وأطراف وصلة وحذرت وسائل نقل ولمت ظلالت ولمت لمجارن وهزت السكاكن ومشيت العين سخونة وعملت لم يتعملش صحيح ولا صحيح الناس هادوا موين أنا الرافي صورة مو جديد الرافي صورة اختفوا في هالمئات اختفوا مش مو جديد بي أمي فاتمة قبل ما تغادرنا هنا سمعتك شو ما زلت الضيف شو تحب تقول أنا ما طالبة حد شي طالبة إعادة التحقيق والبحث ويشدوا الجنات اللي تسببوا في المشكلة هذية وخلونا إحني أمات وعائلات متشردة يعلم الله بحانة ونسيه بصغارها واحد عندها خمسة واحد عندها ثلاثة واحد عندها معناها زوز معناها دمار شامل حقه دمار شامل بأتم معنى الكلمة يا إعادة البحث والتحقيق يا خرج الناس ما عندك عليهم حد شي ما عندك عليهم حاجة اللي تثبت أمي فاتمة أنا ولدي خرج الناس وأولاد الناس اللي ميتوا أنا وطلق حتى أنا أرجع لهم حقهم أرجع لهم حقهم فاللي متسبب في العركة اللي تسبب وحرط به واضح يظهر لي الحلقة الغايبة هي الأطراف المورطة في التحريب الأطراف الخفية خففيش الظلام لدس تتوينسة أخوات باش يتعاركوا ويستعملوا المجارن ويستعملوا الأسرحة البيضاء من أجل مشاريع وهمية ما حدثتش قضية شائكة معقدة أحداث اليوم الأسود 12 12 2020 عين السخونة بين بني خداش مدنين ودوز جبلي راح ضحيتها ثلاثة شبان تويسة من خيرة شبابنا ركلا ورفسا وبستعمال أسلحة بيضاء وبنادق صيد من أجل مشروع وهمي في عين السخونة كل ترفي يقول امتاعي كل ترفي يقول الأرض هذه أرض عرشي شكون لتسبب في المأساة هذه اليوم هناك شبان وراء القضبان أحكام السجنية بالمؤبد أخرى بالأعدام والسؤال الغامض الذي لم نجد له إجابة شكون الأطراف الحقيقية لحرضة شكون الأطراف الحقيقية لوصلة أولاد البلد الواحد أولاد الجهة الوحدة باش يتقاتلوا بالصورة المأساوية هذه سيعلي غنام والأطراف اللي لازمها تجاوب هي الأطراف الأمنية على الموضوع هذا حتى لا يتكرر مرة أخرى في بلادنا مرحبا ديكسي محمد مرحبا ديكسي محمد عند بعض ذكرهم هما اش ذكروا هما توا فهمتني الاستنجاد بالطرف الأمني والصلطة المحلية اللي اتراخوا في التداخل في حرق المقهى أو العملية هذه سارت وينهم أنا رأى أنه تم تراخي أمني تم تراخي من صلط محلية وجهوية وينهم كانوا في غياب تام حسب كلامهم أنا مليش حاضر للعملية اثنين ويني الأطراف الأمنية الجهات الأمنية شنو سار في البحث متاعهم هاللي حرقوا المقهى اللي هما بديت انتلاق الشرارة وينهم تم بحثهم تم يقافهم ولا لا احنا ظهر لي حسب ما سمعت كان حد الناس اللي ارتكبوا جرائم القتل في ثلاثة من الناس هذا من التوقف الباقي اللي بدأ اللي شعل النار واللي بدأ بالاعتداء وينهم ثم أسلحة نارية ويني الأسلحة نارية دابري تولي سمعته ما تحجز حتى سلاح ناري ويني الأسلحة نارية بي أنا اللومك وأنت مثل البقية كما تنسي الكل ديما الحلقة الأضعف شكون نفذ وشكون قتل بي علش ما تحدثش على مسئولية ويلي جبل لي ومسئولية ويلي مدنين ومعتمد دوز ومعتمد بن إخداش وليجان التصرف بتاع الأراضي الاشتراكية هذية اللي شعلت من أجلها المنطقة وينهم الشكون اللي حرضوا ويني الأحزاب اللي موجودة في المنطقة ويني المنظمات اللي موجودة في المنطقة شكون شكون ليساعة للدنيا شكون ليحضر البرود بيش ينفجر علش ما تحملوش المسئولية علش نلقاه كان في بضعة عشرات من المتهمين من الأطراف اللي حضرتك هوا أمنيا نتحدث على مسئولية الناس هذوم أنت ذكرت وينو الوالي وينو المعتمد أنا توا ذكرت لك خدت لك هراو ثم أطراف السلطة المحلية والجهوية شكون هم السلطة المحلية خيموثم ما معتمد ثم والي ثم السلطة الجهوية الأخرة هي هي تابع أملاك الدولة لدارة الجهوية لأملاك الدولة ولا الدر جيهوي للفلاحة وين هم الاطراف هادهم هاده من اللي نقصد بها من السلطة المحلية السلطة الجيهة باه سمعت وسمعتك انت في الكوليس تقولي في كلام عاودي يقولي في المباشر اشكون طراف متسببة يعني في الفتنة هذي اللي صارت انهار حتى اللي بش يمشوا مندوز يعني بش يمشوا غاديك العين المكان المنوشات وكل كراه بتعبي وكل ورغم هذا لم يتم توقفهم يعني بش ما يصلوش للفتنة هذيكة كيما مندوز كيما من بناختيش يعني صار رصام بلومونت على كراه ولما اللعبات والتعب وحد ما تكلف ويعبوا في كل شي ببليش يعني وفروهم السيارات كل شي ببليش وهاي الصورة اللي وراك بينا يقاش تدخل أمني هنا يقاش معتمدة حضرش ويري حضرش حرسة حضرش شكول اللي حضروا لم يقع التدخل يعني في البلاد لم يقع التدخل معناها وقع تجيش العبادة وما تدخل حتى ما تدخل حتى حد لكن على عين المكان وين صارت المناوشات وقع التدخل لكن العدد ما هو يعني كبير سي محمد تولي فوضى عار مرهو رو إذا كانت جي مئات من هنا أشخاص ومئات من هنا ومدجين بأسلحة بمختلف أنواعها أسلحة بيضاء أو عيصية أو حجارة أو أسلحة نارية إيش ما زال ينجمي الدخل الأمن كيفيش بيش يكون التدخل الأمني لا سمحني سيالي المسافة بين التجمعات البلاس اللي صار فيها التجمعات والسيارات لا وبين المنتقلي صارت فيها المناوشات والضارب والمضروب قداش المسافة 150 في ساحة شهدات 150 كم في دوس يعني 150 كم الطيارات اللي تعجيش تفيق بي وهم واتنين بعشرين ألف قداش مشخص سيارات وفمني متعب وهذا كل سلوطات الأمنية ما فماش ورئاس الجمهورية ما في علمهاش رو قاع المنع بحواجز أمني يا سهلية الرئيس الجمهورية بيوظف يلقاه تلع القوات المسلمة إذا توصل وفمني معطيات بالطريقة هذه ورائي فمني أمر اختير ويتجاوز فمني التدخل الأمني ينجم بني عطياتي الإذن فمني القوات المسلعة الجيش بالتدخل سمحوني سمحوني باستي سعلي غنام السؤال المتروح في ذلك اليوم المشؤوم 12-12-2020 من دفع للفتنة بين أبناء الشعب الواحد بين أبناء العموم بين الجراء بين الأخوة وشنوا كانوا قاصدين هذا السؤال نجمشي تجاوب عليه سي معز هو واضح الآن أن هناك أطراف مستفيدة من هذا الصراع الذي ترأى بين العرشي ماذا كنت؟ الأطراف بالضرورة بالتحليل العقلي والمنطقي هي أطراف مستفيدة من الناحية المالية لتحضفوا على رجال أعمال حشتهم بالأرض هذه هذه الأرض تحولت إلى كنز هذه الأرض القاحلة الصحراوية التي كانت مجرد مراعي بالنسبة إليهم أصبحت فما إمكانية كبرى أن تتحول إلى أراضي استثمارات أنا روما نشي معاك في مسألة أنه فما مستفيد الخليجي جال العين السخونة بكل هذه بساطة لا حسب المسموع الثابت فيما بعد في الـ 21 والـ 22 والـ 23 انكشف المستور ونعود مرة أخرى هناك شركات سمسرة لكبار رجال أعمال في تونس وخارج تونس أصبحوا يقومون الآن بعمليات سطو على هذه الأرض والعهدة على كلامي هذا يعني أنا أخاطب المسؤولين جهويين وأخاطب رئيس الحكومة وسادة الوزراء هناك الآن عمليات سمسرة في هذه الأراضي وعمليات عقد إبرام عقود كراء بالمراكنة غير قانونية من أجل الاستلاء عليها للتقاتل المتجدد ما الذي سيفتح؟ مش الفهمة كان حاجة شو مبتحوا؟ هذو ما ضحايا والذين قتلوا ضحايا والذين حكموا ضحايا ضحايا شكون؟ ضحايا الذين وفروا الشحينات والسيارات ومولوا أنك تتحرك لموفمون دوماسا للجماعات البشرية أنها تتحرك على بعض 150 كم لسنا قضاء وليس من دورنا نزر الأحكام لكن من حقنا كرأي عام أن نسأل عن الأسباب الخفية والدفينة التي دفعت البسطة إلى أن يتقاتل لمصلحة من؟ لمصلحة الأقلية التي ستتربح دقيقة أنا الشيء اللي ما دخلش مخي و ما ننجمش نصدقه لمعرفتي بالمرزيج دوس من أطيب ما عنا في تونس وهذا لا جدالة فيه كيف كيف كيتمشي البني خداش الأصل والطيبة والرجولة والأمانة و كيتقول لمرزيج و الحواية تعاركوا الله أعلم كيفاش تنجم توصل وتصدق أنه صار قتل بين الزوز إن لم تكن هناك أطراف هي لوصلت الأخوة باش يتقاتلوا والأخ في الحبس والثاني تحت اللحوز خليل زيد المرحب المحمد سنة 2019 يعني قبل سنة من هذه الواقعة في جهة كبالي لجنة التصرف في الأراضي الاشتراكية منحت أحد النواب التابعي لحزب يوزر الشاهد منحته حق التصرف في 150 هكتار في جهة كبالي و كادت تشتعل فتنة داخل البلد و إلى اليوم يتصرف فيها و هو رجل أعمال كذلك مش نزيدك مسألة أخرى سؤال مركزي و بحضانة رجل قانون و مختص في القانون القضاء ليس دائما عادلة بل أؤكد لك أن القضاء في تونس منذ عقود طويلة في مثل هذه القضاء يدوس دائما على البسطاء و أنا عندي أمثل توجيب مثال في يوم الأيام و نطرح لك ملف مهم جدا يتعلق بالمظالم القضائية في تونس في مثل في القضايا الجنائية أن القاتل يسرح ما عنده حد شيء و يبرع و والبريء يجرم و موجودة ليس القضاء لي وحدي طبعا منظومة كاملة ما قبل القضاء مش يقول ما راح البحث الابتدائي و نحكيه لأنه القاضي في نهاية الأمر القاضي في أنه ليس سلطان منزل أو منزه و ما ينزلش علي الوعي في الليل بش يعرف شكون عمله شكون ما عمله هو القاضي نفترض فيه أنه عادل و أنه نزيه و أنه مستقلل هو يتعاطى مع ملف ذات يتعاطى مع أوراق قضية توقع التدخلات من أطراف سياسية أحيطيك صورك أحيطيك شربك أحيطيك شعرها أوجيك توقع التدخلات من أطراف في الجيل سياسية على أطراف طوو أنا ما نعرف شك و ما نعرف شك يا باستي حيانا ما مش قولتي إني أنني ندقق و نحلل و نفصل بجناع لي يقول إن ذي حقنا و مش مجالة في جزائح هذا المفترض حتى رجل الامن المفترض انه فيه شريف ونزيه ومستخلحة ومحايد هكا او لا؟ انتي اخد المؤسسة الامنية يا بس تجاوب على سويل اكون عديه الامور هذه عدي لا لا هذا كم ليش خاربة هي البلاد خاربة فبني رأي فبني من الاسبار هذه رو تعرف عليها؟ لانه فبني مثلا انت على الاراضي الاشتراكية لو الدولة ما عادت فبني تعاملت بحزم هذا الملف العقاري لا لا لانه رو الاساس عقاري ادارة الاشكاله هي تعرف عقاري ادارة مجالس التصرف مجالس التصرف تغولت مجالس التصرف الاراضي الاشتراكية ثي تغولت وتتصرف في اموال تجاح والتايبرة الملاوكة هاذين ادعو السيد رئيس الجمهورية الى انه يصل التنظى على مجالس التصرف لانه نقول لك انا حاجة اخرى مجال التصرف هذه ولات نوعاً ما أقوى من الدولة على أرض الميدان على أرض الواقع وحتى الوالي ولا الولاد يتحرون وبيحذر في التعامل مع مجال التصرف لحظة عاد ورجال العمال اللي تحكي لهم سي معز رغم دخلوا عن طريق مجال التصرف والصمزرة تتم مع مجال التصرف وحتى فيني الناس هذه فيني اللي خرجت فيني بالأعداد هذه يقول لك فيني المسيرة مية وخمسين كيلومتر كمين معبية بشو معناتها معناتها يحتلونا فيني واحنا ما نفقوش موش صحيح ثم تواطئ أنا نطلب من السيد الرئيس الجمهورية العودة على هذا الملف ونطلب من السيد وزيرة العدل يفتح تحقيق جدي إداري في هذا الملف قضائياً وإدارياً والسيد الرئيس الجمهورية يفتح فيني تحقيق شامل واضح ويقوله ان يتحمل مسؤوليتها اه اه سي عدية في ازريبلي يزي اراو ان الدولة قاعدة تصفي بما معدله عشرين الف هكتار سنوياً من الأراضي الاشتراكية يعني كان مش نحسبو الحزب هذي ما تبقى احنا عمنا ثلاثة ملايين قلنا هكتار مزلونا مليون ونص مليون ونص تصفيناهم مزلو مليون ونص كان مش نمشيو على المعدل تعد عشرين الف هكتار اللي تصفي فيهم الدولة كل عام يحبونا قريب سبعين سنائب وشو نشو تصفيهم الكوز واعنا رانا قادرين هذو وتقول لي عليش صار المسألة انتاعها في مني عارق ومعروك هل يقتل خو خو يقتل خو خو تي هو مجر انسان شنو هو وتقول لي انتي هذو ما ضحايا ضحايا معاك لكن كل يتحمل مسؤولياته تجاه القانون اذا يكون في مني المتكلم في مني المابولي يكون المتصنط عاقل مجيش يقول يرمي لوحك في بير نرمي يعني عملت عمل اعمل لي معملش هذك مسألة ذانية والعروش هي يا اخويا يعني تنتبق عليها المقول هذا الفتنة نائمة لعن الله ومن اعقبها سعلي غنام بوصفك محافظ شرطة عام متقاعد واليوم انت مستشارنا الامني الناس وقالي تقني لك انت وقت لي تصير جريمة قتل ويوم مشؤوم اسود كما لي صار في عين السخونة اقتتال بين عرشين والموجودين بالمئات فما توثيق بالصور وفما اعوان امن من المفترض حاملين للزي المدني متخفين يكونوا حاضرين ووثقوا بالصورة ووثقوا بالصوت وعندهم تقاريرهم كنوريك صورة وراك فيها 300 بشر حاضرين تنجم بتقرير امني تطلعهم بالاسم والمسمى كيف تختفي اطراف شركة في العركة هذية وما تتقضاش وكيف لاطراف حرضت واستعملت وسائل التواصل الاجتماعي على انتداد شهرين وهي تشعل في الشارع وما تشدتش كيفاش كي بتقولك هي في ساحة الجمهورية في دوز تجميع السيارات وتجميع الشبان لنقلوا معين السخونة ونفس الشي صار في بني خداش وهزوم للمكان هذيكا والبرارك اللي عاملوها كي نسخونة قبل بمدة الاطراف الكلة ما تتحملش المسئولية هنا التقصير ممن في القضاء اللي موسعش الابحاث متاعه في الامن اللي معطاش التقارير متاعه او بين هذا وذاك صار نوع مناه التغاضي او استسهال القضية بايش تكون فيها اطراف مورطة منعة ما تحكمتش وصحة لها واليوم احنا نترحوا في السرؤال شكون اللي خلي توانسة يقتلوا بعضهم ويمنع واليوم هو شيخ في داره ومات اخرى تبكي على صغارة موجودين تحت الحود واخرى تبكي على ولادها شباب موجودين في السجون وباش يقعدوا بقي تعمرهم في الحبس وشكون اللي ينجم يوفي عركبين زود جيرين زود اخوات اللي احنا توانسة عمرنا ما كنا بناتنا فتنة ولا عروشية ولا حكاية كمن هذية طرد سيدي ايه ثم اطراف اشعلت نار الفتنة حسب ما ذكروا في وسائل التواصل الاجتماعي منا تنطلق القضية احكيلي تقنيا سمحني احكيلي انت كامني ايه نورمال مو عندكم تقارير وعندكم سور وعندكم معطيات هل يستفيد منها القضاء ولا ليه طبيعي اذا كانت انت مش تنطلق من واقعة معينة شنية اللي يغذى هالنعرة هذية القبالية ولا العروشية شنية هالي يغذى نار الفتنة بين زوز جهات لحد التقاتل هاي ولك سورة سمحني تنجم تطلق عشكولي فيها ولا ليه علقلي هاي تصويرها مع قدامك تنجم تعرف اللي يغذيت ولا ليه شوف في حالة الانفيلات العارمة حالة فوضى عارمة جي ألف منها وألف منها ايش مش تنجم انت تعرف الامن رهوي يبقى ميش روحوا في نار معاناها متاع كرتوش منها هو يحكي على صورة مولودة جدا احكي على التوثيخ صورة اذا كان يواضحة ينجموا يطلعوه مرة فصل مو ادت فيديوهات يطلعوهم اذا كان ام ارادة اخرى جاية تعليمات الجيها معاينة باش يطمسوا هالصور وفيديوهات متاع الناس اللي شاركت فعليا في العملية هذه وتسبوا في القتل ويدينو ناس اخرى حاجة اخرى لك قلت كلما اختيرها برشة انت تعليمات حاشتنا برشة نهت تعليمات عشتنا برشة خلّني نسأل قلت سمع معطيات أو تعليمات لتمثل حقيقة التدخل السياسي من 2011 حتى 2020 و21 موجود التعليمات وناس تخاف من السياسيين اللي كانوا في الحكم انت ما تعملش هذي ما تجبتش فلان ما تعملش هذا موجود ومناش مش خبوه وكلام انا صادق فيه وحتى واحد من الجم يكذبني فيه السياسيين كانوا يدخلوا وكانت ناس امنيين وغير امنيين كانوا يخافوا من الجهات السياسية هذي هنا كانت جهات فاعلة كانت جهات قوية كانت جهات متنفذة انه يحبوا باش يكسروا كريم واحد يكسروا كريم سيد عليم اشحبوا يزيحوه من المنصر متاع وزيحوه هل ترى انه هناك اطراف سياسية اما اسمحني مورطة في احداث عين السخونة واحد مع واحد يساوي اثنين جاوبني هذا يرجع للتحريات الامنية اللي هي اللي يجبها تقوم بدورها ان كان الامن مضروب عليديه وجيه تعليمات بتمثل حقيقة من سياسيين شوف شنو يسير شوف توا الحكم احكام سرد صدرة احكام قضائي اتفقنا فيه وقت يش تضطر القضايا منه جديد ويتعاود النظر فيه اذا يستجد مستجدات جديدة ادلة جديدة شوف وقتها يعاود يرجعو يحلو الملف ولو عنده عشرين سنان نجمحلوه هذي اعطيني حقائق وموقعش توقيفه واسمحني كيفاش كيفاش فم عباد حاضره في المناوشات بتصاوره بالفيديو وضربته وحرقت وعملت موقعش توقيفه وفم شكون اللي ضربه ثمانية قربت ممكن يا ثمانية ممكن عشرة واحدة من دوس اتضربه بالرش وكل اما خافوا قالوا لهم لا كان بيش تمشوا تشهدوا ولا ممكن بيشتبشوا تشكوا ارا بيش حتش توقف يعني ثم اسحى نارية وينهم متجبدش واحد في القضية من عرش انا مطلعتش على الملف اما متجبدش واحد عنده سلاح ضرب كرتوش ما فامش ما فامش ما فامش غيبوه تغيبت هذي شو تجبدت كم 3 اطراف وال4 اطراف ولا 10 من الناس انتي غربوا ما فامشت شيء اداته جايمة اريت باسي معناها توا ناس ضربت بسلاح يعني هزهم جارن هزهم جارن هزهم ليه هزهم ناس ضربت بالرش متضرق تي ناس ماتت فيه من ايه بالرش وين وين يناس بسلاح شكونش بد شكونش هر السلاح في وجه اخوه بيه احنا بطبعاتنا نحكيو في الموضوع هذالي انه هنالك ضايرة ما يحكيوش فيها في الاعلام وما يوريش السورة انتاحها انه احيانا خصومات بين احياء شعبية بين زوز عرشات بين سكان منقى واحدة كيما سار في الساحل يصير ضارب ومضروب وقاتل ومقتول كيما سار اخيرا في الساحل لو لا الوقفة الامنية راو سار اللي ما سارش احنا نحب ونبتعضوا من الاحداث الخطيرة هذية وتولي خط احمر ان شاء الله ربي لا يعودها في بلادنا نرجعلك يا معز اليوم في بلادنا احيانا السياسة القادرة تخلي زعمائها يعملوا حاجات ما يعملهاش الشيطان بتحريب الناس على بعضها بافتعال الازمات بافتعال المشاكل وفي اللخر من يدفعونا الثمن هما بداء هذا الشعب المطحون هاو نعطيه نحنا مثال اخر حي من التحريد كي يبدأ عنده خلفية سياسية الحادثة الشهيرة لمقتل لطفي نجر من حرض عليه؟ حرضت عليها الحزبان الاكبران في تونس في تلك الفترة اليوم بعد الانتخابات النهضة والنداء يعني الخصومة تمت بين انصار النداء متذر ومحرم ايه بعد متوفى السيد قتل دوسا بالاقدام وبعد وحيل مجموعة على القضاء شنو نسال التقى الشيخان في باريس تناعمى بالسلطة اهل الضحية خسروا ابنه ايه والبقية حكموا وحيلوا على القضاء في حال ايقافة اخرى سبيلهم فيما بعد حتى نتبين انه دائما توجد خلفيات اما السياسية او اقتصادية مالية مثل الحادثة هذه انا اعتبر انا ما عندش خلفية سياسية عنده خلفية اقتصادية مالية ومعناش عروش قائمة الذات معناش نحن قبيلة ومجلس قبيلة الذي يتحكم سيندفع مباشرة لا الذي يعوض مجلس القبيلة هم اعيان البلدة من كبار الاثرياء وهم وهم الذين يحردون بالضرورة وكان يتوسع عمل قاضي التحقيق سيجد ان التحريض الذي تحدث عنه الاخت الكريمة في مجال الفيسبوك ثلاثة شهرين دائما المصدر بتاعه هو اولئك الذين سيستفيدون بهذه الغنيمة لانه البسطاء لا يستفيدون بالغنيمة لانه البسطاء لا يستفيدون بالغنيمة شكرا قضاء لا قانون 28 ساة الفيسبوك مجالس التصرف ومجالس الويساي هي المختصة واحدة تفصل تحسم النزاعات وتحكيم حكمها بيت تحسم النزاعات يعني بصورة اخرى نحن نطالب صاحب السلطة السياسية ان يقوم بتنقيح هذا القانون نحكيها مشنوية بالاساس وان ندعو ندعو الرئيس قيس عيد الى فتح ملف مجالس التصرف في الاراضي الاشتراكية مش في كبلي في كل الاراضي في كل الاراضي الجمهورية لانه المسألة تتعلق بعمليات تحوز وتحويز لاشخاص ينتفعون مع حرمان الاغلبية المفقرة كالعادة لا حق له بلا في الحياة لا في المعاشي الكريم لا في انه يتمتعوا بالحياة شكون يتمتع بهذه الغنيمة كبار الاثرياء نرجعلك اللي كنتي للا صغيرة باركلة باركلة كي نحكيه على اللي جان التصرف هل القايمين بالدور متاعهم؟ بالنسبة للجنة تصرف جا كانت لجنة تصرف أخرى 2019 بعد كي صارت المناوشات هذي تحلت لجنة تصرف معادش هذي كقايمة بدورها وكل بدلوا لجنة تصرف أخرى قاع انتخاب وقاع انتخاب أما مسؤولية تأويين هي تأوي حاليا اللي جان التصرف ما صراحة الحق وصراحة ما نكذبش قايمة يعني عينة محامين وكل قايمين تأوي واقبل يا فاتون واقبل 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 كيفش؟ كيفش؟ شباب انت خايف؟ تكلم تكلم تخايف كيفش؟ كيفش؟ لا حرج عليه حقيق وهذه فوس تكلم حتى على أخوك حسب المسؤولة اللي هي عندها دخل يعني في باللي صارت المناوشات هذي وكل وعندها دخل مع نفس سبب الفتنة اللي صارت هذي هي السبب ومعها طرف أخرى اليوم ليجان التصرف في الأراضي الاشتراكية في بلادنا نقطة استفهام كبيرة وملفات فساد ضخمة مخفية ونحكي على بعض لجان التصرف لابتدعت ودلست وثائق رسمية واختام من تعولات حسب شادة بعض النواب اللي حضروا معنا قبل في حلقة من الحلقات وفرته في مئات الهكترات من الأراضي لفائدة رجال أعمال نرجعلك سيد علي غنام وسؤالي اللي كنتي وتقني اللي ربما ما السنة السنة سنترحوم ليسا لديك لكن اليوم خدت رحوم كانت عنا أجهزة أمنية تابعة للدولة تسهر على كل شقيقة ورقيقة وحتى شيء ما يتخفى عليها خاصة في المناطق الداخلية وفي الأراضي الدولية والأراضي الاشتراكية وتقاريرها توصل اليوم بيوم اليوم غابت ولما غابت من 2011 وتحدث على سلمت من الدولة يظهر لي السلامة رحلت وانتهت وعوضتها الخصومات والصفقات المشبوعة وملفات الفساد كانت الأجهزة الأمنية والمختصة بالذات كانت تعد يوميا تقرير شامل فيه المجال الاقتصادي الاجتماعي السياسي الأدوار كل تبدأ محوصلة فيه وبالجهة وكان يوحال من لدارة العامة صلى المختصة إلى وزير الداخلية إلى الرئيس الجمهورية يوميا يوميا تقرير مفصل فيه اليوم ثم تململ في سيدي بوزيد مثلا على غلاء المعيشة ثم تحرك سياسي في بنجردان ثم تذمر مواطنين من كذا يعني يعطيك تفصيليا كانت تقاريد يومية تحال على الرأس السلطة ورئيس الجمهورية لليوم ما زالت راي يشوف لأنها هي معناها التقاليد هذيك اللي كانت تتمارس فيها الجهات هذه المختصة الأمنية المختصة رأيي إلى حد الآن ما ياخذى ما صارها لكن أعطيني أنا أشكون اللي يتبع أشكون الإنسان الفاعل يؤمر هل الموضوع هذا يتحل هل إشكال هذا يتحل هل كأ يعني الجهات السهرة على متابعة هكالمواضيع هذيك يعني انضرات توا موجودة اللي لا الله عنه به أنا نعرف الجهة هذه متاعين سخونة جبلة اللي موش بعيدة عليها فما الخط جديد متاع الغاز المار ها من تطوين جبلة حتى بورت قابس ونرملموه المنطقة هذيكا عندها خصائص اللي تخليها تحت الرقابة الأبنية اليومية شنوه لي ساير شنوه لي ساير لي ساير رفهمتني شنوه لي ساير يعني ساير تركيز يعني 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 جهة مار منها معناها انبوب متاع غاز انبوب غاز معناها مهم معناها في التنمية متاعنا فهمتني مهم في استعمالاته اليومية ومختر ومختر من جهة أخرى يجب العين الأمنية معناها الساهرة فهمتني على حراستو وعلى تأمينو شون تحبه أخرى كو همانيش خايف الأسهل متاعك رف نجاوبك لا جاوبتك جاوبتك كيما خطورتو كيما معناها مدى احتياج للشعب التونسي فهمتني لا 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 طوى سمحني سيد علي مهم منطقة بحجم تطوين والكمور والبترول وتقعد معتها اه احتجاجات واعتصامات على انتداد أشهر كاملة حتى يجيش كون يسكر أمبوب البترول المعار باش يدخل الأمن ثم عين السخونة تشعل الدنيا وتقوم حرب حامية الوطيس على انتداد شهرين كاملين حتى يصير التدخل الأمني بالله بالله الأمور واضحة محمد توقي تقول لي أنت تطوين أمور واضحة بالنسبة لي لك تقول لي تطوين وتقول لي كذا ويسكر والفانة ويمشي وهد على المنشآت البترولية وكل اخي اخي شوف انت لطراف اللي تمشي شوف ثم ناس غذ شنورها ما تدخل لنقابات وملفات تحلت في التلافز ما تدخل فهمتني السياسيين من نهضة فهمتني وشوفك الصفرات المكوكية هو يمشي هو يتفاوض هو كذا هو يوعد وبعد ما ثم حد شي وبعد فهمتني ترجع لكلها للرئيس شنور يعني شوف انت لطراف المتدخلة ناس تغذي في النعرة للفتنة في البلاد اخي انا مش نجيب بدعة انا مش جيبها او مش نعطيك حاجة جديدة لا لي موجود نحكو فيه نقابات دخلتها في حيط سياسيين دخلوها في حيط فهمتني وهات عطيني المستفيد سعلي غنام انت فهم اللعبة كي نعاود نرجع لك للسور نعم ونقول لك شكون لمورطين شجاوبي سهلة تطلع انت وسائل النقل هذي كل هلي مصورها ما موجودة اعطيني الارقام من جميع تطلع اصحابها نعاية الاصحابها اشكون جبت اشكون اللي جاء معاك اعطيني ما هو بحث سينو انت انت حضرت انت انت حضرت انت اعتديت حاجتيني يطعطيني اشكون اللي جاء وجاب سلاح معاك كذا خطر كل انسان يعرف اللي اشخاص اللي جاء بهم معاك سهلة مثلا ماش نغتي مثلا ماش تغتي ثم ارقام من جميع ثم اعباد اصحاب وسائل نقل جابوا كل واحد جاب فلان وفلان وفلان وحل البحث متاعك انا ما نشككش شوف محمد ما نشككش راو في عدم قدرة الامن على كذا وانما راو تم برشح حسابات اخرى معز انا ساقوم بنزيح باش نعمل اكار هكا نبعد شوية تابع الملف هذا وانت اذكرت اذكرت واتحدثت على انبوب الغاز الانبوب الغاز محمد هو اكبر انبوب غاز ينهب اكبر جزمون في تونس والعقد متاع حق النوارة ابرمى سنة 2014 في ظروف مسترابة مشبوهة متع شركة امريكية المانية تحت مسمى او ام في بعقد خيالي شنيا ما دخيل ميزانية الدولة التونسية من خيارات هذه الارض التي يسكنها هؤلاء المطحونين والمساكين والبؤساء اللي يدفعوا الان في ضريبة الصراع عما هو فوق الارض لو اقتربت شاحنة من عنبوب هذا اللي يمشي تقريب اربعمائة كيلومتر متنجا خليش جابس باش ينقل خيارات الشعب التونسي اتوا تشوف وقتها تتحرك كل الالة الامنية للدولة التونسية وقتها والجميع الان يدرك جيدا ان ذلك العقد اللي تنهب به خيارات الشعب التونسي واللي الانبوب هذا الساعة متاعه عشر مليون متر مكعب يوميا والشركة هذي تقول لك اراني نصدر في مليون متر مكعب ثم شنو ناخذه منه ما هي مداخيل الدولة اتفى يا برك وبعد الخيارات بتاع الارض هذه التي يتنازوا عليها البسطاء فيما فوق الارض الخيارات هذه تمشي للشركات الاجنبية واستيق تشري بالسعر العالمي الغاز ونستنى حتى تجود علينا دولة الجزائر وتمنحنا وتكردينا الغاز وهذه من بين الملفات التي من المفترض ان يتطرحها رئيس الدولة لانه وكان جاد خيارات الارض هذه توجه جزء منها ثلاثة بالمئة واحد بالمئة ثين بالمئة لسكان تلك المنطقة وحتى سكان الجمهورية وضع ربما يكون افضل بكثير هذا جبته في سياق الانزياح على معركة اجتماعية قضائية اما انت ذكرت الانبوك وذكرتني بذلك العقد المشؤوم سنة 2014 نكمل معاك الموضوع هذي احنا احكينا اليوم على احداث المشؤومة لعين السخونة 12-12 2020 باش تقعد درس لتوينسا الكل انه خلافاتنا ما تنجم تتحل الا وديا وانه خلافاتنا ما تنجم تتحل الا طبقا للقانون وهو كذلك هو الانتماء الانتماء للوطن تونسا ذي رأي بلد الجميع تجمعنا الراية الوطنية تجمعنا حب هذا التراب احنا رأنا يجب ان يكونوا يد واحد وما فماش فرق بيننا حتى المني انه متحدثوا على العنصرية في علاقة باللون البشرة واحنا سنينا قانون يجرم يعني هذا التصرف والميز العنصري سمحني سمحني اتفعل معاك هو اختنا بكري ذكرت حكاية اللون ولدي تعاقب على اللون ولا تحاكم على اللون لا راهو استحالة انه معناها لا لا استحالة على اللون هي منجل هي منجل هي منجل هي منجل هي منجل بالنسبة للباحث اول مرة كي وقعوا تصريح الباحث فيما عبيد قالوا راهو ابيض اما بشرة جمحية في الوصف متاعه في وصف اللون متاعه في وصف وصف الشخص هو قالوا طويل وضعيف طويل وضعيف وبشرته جمحية اما وقع تبديلها اصمر في الباحث في الباحث اصمر ومواصفات خوية اكسير شوف راو صدي بانك يقولك يقولك قمحي ويقولك أصمر ويقولك كده ياسعلي ياسعلي باش احنا ما نبدأش يمبيض وفي برشة مسائل هو راو فيني جذور جذور موجودة لا تقول لي مع الناش تنجمع مع الناش لا 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 شوز معنى اسمع هذيك من باب النصح هذك من باب النصح هذك من باب النصح ومن باب الدعوة فيني انه مش نكونوا ناس لا يا بس لا لا فلسامعني سامعني لو جامع عن ناش هلو مش فيني فيه خلال سنتين أو ثلاثة التالي نصنوا قانون وفيني ليه فيني مكافأة للميز العنصري إذا كان جامع عن ناش لا عن خلاله عنه لا يخصش ابناء الوطن لا خلاله لا يخص ابناء الوطن شوها لا يخص ابناء الوطن وفيني جاءت برشة ناس متلافذ نسبة لي عندك سمراء البشر يا ذيك رب عندك نسبة كبيرة خليني حتى أنا ما نحبش ندخل نتعدي نتعدي لا 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 نتعدي 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 اللي جايينك انتي توا أفواج نتعدي مع الناس وجاهم ميز عمصر اللي جايين فيني من برد وضع ولكن نحن أنا قلت أه لا معني أه لا معني ركبك ش انتي عشتها أنا في المرنجية هي رأي عشتها غادي الحالة واهل ومكة أدري بشي عابية ومش كما هي اللي يعفز على الجاملة كما اللي يتفرش خلينا من هذا احنا قلنا تجمعنا الرأي الوطنية يجمعنا حب الوطن هي دعوة دعوة لعموم الشعب التونسي يا ناس حبوا الناس حبوا بعضنا يا ناس حبوا بلادنا يا ناس خلينا فيهم اني ننهضوا ببلادنا هذا هذا هو في نهاية الأمر كما ترى روحك شوف غيرك احنا منصوب العنف يا باس التمييز لا يخص البيلون البشر هذا عنف ولا لا هذا عنف ولا لا هذا عنف ولا لا منصوب العنف انتبع شو انتي اليوم حبيت تقول سمحت نداء عاجل قيسي سعيد رئيس الجمهورية وزارة العدل الرجاء التدخل العاجل التدخل العاجل ماذا بينا اعادة بحث في القضية هذه وكل شخص اللي اقتل واللي حضر يتعاقب والأطراف المعنية اللي حرضت واللي وصلت للفتنة هذه ماذا بينا تتعاقب وتنجبد لعبادها واللي ما اقتلش ماذا بينا ياخذ حقه كل شخص ياخذ حقه ماذا بينا نثبت براءة خويا اني عندي يثبتاتي وكل خويا عنده براءة لكن تحصلش عليها براءة واضح وانا من منبر هذه لحواية في مدنين في بنية خداش والمرزيق في دوز قبل اخوات و اصهار و جيران وما احواجنا الى قيادة مصالحة بين ابناء البلد الواحد والجهة الواحدة كفانا خلافات وايضا ما احواجنا ان تتدخل السلطة اليوم لضرب بايدي من حديد ضد كل من يحاول نشر الفتنة بين ابناء الشعب الواحد وايضا يستغل الخلافات العقارية لاغراض سياسية اشتركوا في القناة